طيب هروح بقى للسؤال الأبرز في الفقرة دي فكرة التسامح ابني يسامح اللي ضربه واللي أزاه ولا لا ما يسامحوش وفكرة لو سامح هل ده بيديله كده يعني إيه اللي تثقة في نفسه بيبقى دايما خلاص حاسس انه بيجي عليه أو يعني الناس بتهينه وبتعنفه وهو ما فيش أي رد فعلي منه أسامح ولا لا بصي أنا من أنصار المدرسة الثالثة مدرسة امسك العصاية من النص إحنا عندنا مشكلة إنه إحنا واقفين على طرفي العصا أنا دايما نقول يا عيمين يا شمال نسامح ونقوله ربنا يسامحك ونتضرب ونسكت ولا نضرب ونبقى عدوانيين طيب إحنا نحاول نعمل حاجة في النص يعني نمسك العصاية من النص يعني أنا التسامح إحنا نفهمه غلط لما هو شغال بيدربني ونقوله ربنا يسامحك ولقى إنه ما فيش رد فعل فالطفل العدواني بيدور على الضحية بتاعته بيبقى ليها مواصفات من دين المواصفات إنه طفل خاضع وخانع وعمره ما هيعترض وعمره ما هياخد موقف فده اللي أقدر أعمل بإيه أضرب المربوط يعني إيه أضرب المربوط يخفيز سايف زي ما بيقوله ده اللي أنا هتمنظر عليه وهبتدي أضربه علشان البقين يعملوني ألف حساب فطبعا ده مبدأ مش صح إحنا فهمنا التسامح غلط التسامح بتسامح عن قوة عن أنا قادر أضربك بس أنا عايز أحترم جسمك وبنفسي إنتا كمان تحترم جسمي زي ما بحترمك لكن أنا قادر أضربك زي ما أنت تضربه وده الفرق أنا ببقى حاسس بقوتي وقادت إن أنا أعمل ده بس أنا مش عايز أعمله وده لو وصل للطفل المعتدي هيعمل استاب وهيعمل ألف حساب فكرة أمسك العسايم النص إنه أنا ما ينفعش إضرب اللي إضربك إيه الفرق بين إضرب اللي إضربك ودافع عن نفسك فرق كبير جدا يعني أنا من أنصار نقول للطفل دافع عن نفسك ففيه أم فيه واحدة صاحبتي قالت لي بسي إحنا منتلعب بالألفاظ إضرب اللي إضربك زي دافع عن نفسك يعني وإنا بدافع هضربه هزقه هتعامل إضرب اللي إضربك يعني ممكن نلاقي الطفل راح يضرب طفل تاني ما عملوش أي حاجة خالص يا حبيبي فيه إين مدرسة تمسكه هو ما عملكش حاجة هو كان قاعد ساكن لأ استضربني الأسبوع اللي فات فيه إمتي فكرة إضرب اللي إضربك استيعاب بقى أصهر راجعي أنا إضرب اللي إضربك أنا مخلصتش حقي هنا بقى أنا بعلم الطفل يبايت للطفل التاني بقى وينتقم ويغضر بيه ويستناله كده لما يبقى نظهره مش واخد باله فأخده على إخوانه فأنتي فهم المفاهيم الكتير اللي دخلت في زهن الطفل علشان يخلص ضربته مش مجرد خلص ضربته الأمهات مش فهمة وفي نفس الوقت بكرة وبعده هعمل ده مع إخواته الأم اللي سكتة النهاردة وما بتاخدش موقف هتنهار وتاخد موقف لما يجي يضرب في أخته أو أخوه ويأذيهم زي ما بيأذي الناس الغريبة طب أنا عايزة يعني كده أمسك نقطة نقطة من كلام حضرتك اضرب اللي يضربك فكرة إنه الطفل لو حد ضربه آخر ضربة ليه فهو فاكير أنا ملحقتش هضربه لضربة الأخيرة فأنا ليه عنده ضربة يعني أنا لسه هضربه لأن إحنا بنقولها بعنف عارف لو رجعتلي مضروب أنت ترجعلي ضارب ما ترجعليش مضروب وألفاظ كتير قوي يعني أنا كان فيه وليه أمر واقف قدامي اللي يضربك إقسمه نصين الولد سنه خمس سنين وحكيت القصة دي قبل كده قلت له حبيبي البابا قصده دفع عن نفسك لأ إقسمه نصين قلت له حبيبي بابا خانه التعبير أنا بقوله بابا بيقود يعني أنا برد على بابا لأن القنسبت اللي هيوصل للطفل صعب جدا قلت له أنت فاهم يعني إيه إقسمه نصين الطفل خمس سنين مش هيفهم البلاغ ما وراء الكلام مش هيفهمه هيمسك أي حاجة ويدرب بها تبلاغ التفلي إقسمه نصين اللي شرحوا شرحوا دي يعني أنا همسك أي حاجة في طريقي لأن أنا طفل وبعدين قاله الولد طالع بيقابل بابا مرعوب وعرقان سداني بابا أنا بضربهم بضربهم يا بابا مش بسيب حات يضربني قلت له أنت بتعمل كده ليه لأي حتى يبقى قوي قلت له أنت حضرتك شايف المنظر هو وقف قدامك إزاي وقف عرقان متوتر بيترعش جبان من جوا أنت خلته أنت مصدر أمانه واقف قدامك بيترعش فما بالك الناس اللي برا اللي مفروض يستمدوا قوته منك هو واقف قدامك بيترعش من ضمن قصة إضرب اللي يضربك أنا أثارها النفسية أنه الطفل بيبقى عنده شعور بعدم الأمان أنا عندي عدم أمان أنا طول الوقت قاعد متربص للي هيدربوني أنا قاعد في غابة وبابا حسسني أنه الناس كلها متربصة بيك وهينتهزوا أي فرصة ويدربوك وإنت تسمح لحد يضربك فأنا بقاعد مش مركز حتى في مذكرتي ولا في لعبي ولا في يومي أنا قاعد متربص للي هيدربوني عشان أضربهم عشان أروح أنتصر قدام ماما وقلها أنا ضربت اللي ضربوني بيروح كله خزي وعار لو اتضربوا ما نحقشه أهلا ضربته قدام مامته وبيحس أنه هو عمل عاملة طب دافع عن نفسك إزاي؟ دافع عن نفسك أولا لو الطفل ضعيف جدا أنا بنزله يلعب لعبة دفاع عن نفس ترجمة نانسي قنقر